اهلا بحضراتكم مرة تانية شهر رمضان ليه فضاء العظيمة جدا ومن ضمنها انه بيخل المسلم الصايم يكون عنده صفاء فنية والقلب وبيتعامل كمان مع الناس بمودة لو فيه اي مشكلة حصلت بتتلخص في جملة واحدة يا عام صلى على النبي رمضان كريم خلونا نتكلم عن فضاء للشهر الكريم وزي الانسان يتحلى بصفاء القلب في هذه الايام المباركة مع الشيخ عبداليزيد سلامة الباحث بمشيخة الازهر الشريف يا شيخ عبداليزيد صباح خير اهلا بحضرتك صباح النور اهلا وسلام بكم اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طايف بحضرتك بالصحة والسلامة والمشاهدين جميعا ان شاء الله ازاي يا شيخ عبداليزيد الانسان يكون عنده سلامة صدر ونقاء سرير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد نقاء القلب وطهارة القلب ده امر مهم جدا وامر صعب يعني يمكن يكون قيام الليل وصيام النهار اصهر بكتير جدا جدا من نقاء القلب ونقاء السريرة ولا تطيب الحياة ولا لذة للحياة الا اذا كان الانسان قلبه سريم وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنة فيقول ايه بقى يقول ونزعنا ما في قلوبهم من غل يقول العلماء ولولا ذلك ما طابت الجنة يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى نزع الغل والحقد والحسد من قلوب الناس في الجنة وكانش الجنة ستبقى جنة ولا كان سيبقى نعيم الجنة نعيم ان الناس تشعر بان هو يحب لاخيه ما يحب لنفسه ان الانسان يبقى عنده نوع او قدر من التسامح قدر من المغفرة قدر من الراحة النفسية ان الانسان يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سوئل اي الناس افضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان يعرفه عارفين الانسان الصدوق الانسان الصادق الانسان ما بيجذبش صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا ضغية ولا حسد الانسان اللي قلبه طاهر الانسان اللي بيقترب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن النبي وده مهم جدا النبي ما كانش بيعلمنا الكلام ده عبارة عن كلمات بيطلعها من فامه الشريف فقط لكن بيطبق ده عمليا يعني تعالى نشوف الكل عارف قصة يذهبوا فأنتم الطلقاء لكن يمكن البعر ما عرفش قصة عبد الله بن أبي أو ابن أبي بن سلول اللي كان رأس المنافقين واللي كان فيه بينه بين النبي عداء شديد هو كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم عداء شديد وكان يظهر الإسلام ويبطن في الحقيقة النفاق والكفر عبد الله بن أبي بن سلول اتهم النبي في عرضه ويمكن الإنسان الشرقي كمان يمكن الاعتداء على بدنه أخف بكثير جدا من الاعتداء على عرضه أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في زوجه السيدة عائشة ويقال عنها كلام ويشع هذا الكلام في المدينة حتى تمتلئ المدينة بالكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين والنبي يعلم هذه المعلومة معرفة جيدة جاء ولده وكان ولد صالح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله معلش أستأذنك أن تسامح أبي هو طعم في عرضك وهو تكلم في نبوتك وهو صدى الناس عنك لكن يعني أستأذنك يا رسول الله أن تسامحه فسامحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه طلب أغرب وأعجب وشيء صعب جدا قال له يا رسول الله أستأذنك أن تعطيني ردائك لأكفن فيه أبي لهو عايز يعني آه يحمي أبي يحمي أباه من النار فبيقوله أنا عايز أكفنه في الثياب بتاعتك فتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الرداء رداء النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه من كان يطعن في عرضه ليكفن فيه من كان يطعن في نبوته فيكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول ويحمل إلى المسجد حتى يصلي عليه الناس فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول ابن يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أستأذنك أن تصلي عليه بنفسك من تعرف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمؤمنين فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجسد الذي طالما طاعن في نبوته وعطى دروس لكل الموجودين جميل وطاعن في شرفه وطاعن في الدين كله ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الجسد الطاعن فيه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه إذن الطهارة القلبية مش كلام بأولو النبي صلى الله عليه وسلم طهارة القلبية عادة أو خلق أو قيمة ما رسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أطوار حياتي طيب أنا إزاي أدرب نفسي علشان أوصل للمرحلة دي من يمكن تصالح مع النفس وصفاء القلب إزاي والسماحة الكبيرة اللي احنا نتعلمها من سد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم عندنا أربع خطوات لو الإنسان حققهم حيقدر يمارس طهارة القلب أو يقدر يصف قلبه لأن ده اللي احنا عايزينه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا من أتى الله بقلب سليم يعني عشان نخش الجنة لازم تبقى قلوبنا دي في الدنيا سليمة طيب تبقى القلوب السليمة إزاي قال لي رقم واحد علشان يبقى القلب سليم أن يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله مع استحضار القلب دايما إما تؤمن النوم تذكر ربنا سبحانه وتعالى النبي علمنا لما بنقوم من النوم وفي أذكار الصباح بنقول دعاء بيخلي الإنسان يشعر بطهارة القلب بتقول إيه اللهم ما أصبح بي من نعمة بي بس لا أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يعني أنت بتحمد ربنا بس أنت تتأمل المعنى وتتأمل الكلمات بتحمد ربنا على نعم ربنا على غيرك مش على نعم ربنا عليك بس اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى لأن ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب أكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله ده يخلي القلب يتدرب على إخراج الضغينة منه وإخراج الحقد منه وإخراج الحسد منه لأن بالمناسبة لو اللي قدامك ده عدو ممكن أنت تؤثر فيه وربنا قال لك كده قال لك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين إنما لو كان اللي قدامك ده في بينه بينك ضغن أو حقد أو حسد مالوش علاج عشان كده القرآن الكريم ما قال لكش تعالجه قال لك تعمل إيه قال لك تلجأ إلى الله قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد أيضا إذا إيه إذا حسد يعني هذا كل دليل من القرآن الكريم على أنك مش هتقدر تغير ما في قلوب الناس من الحسد لكن تقدر تدفع العداوة اللي بينك وبين الناس فالأفضل أنك تطهر قلبك أنت من الحسد رقم اثنين أن تراقب الله في كل عملك تراقب ربنا في كل عملك يعني تنظر وإنت بتعمل كده وتبقى شايف أن ربنا سبحانه وتعالى يراك إذا تكلمت أذكر سمع الله لك وإذا نظرت أذكر نظر الله إليك وإذا سكت أذكر علم الله فيك وإذا أردت أن تعصي الله تعصيه في موضع فيه لا يراك عشان كده ابن عباس بيقول لنا في المراقبة على حاجة جميلة جدا لو إحنا مارسناها قلبنا ده حيتطهر بيقول لك إيه؟ بيقول لك وإنت بتعمل أي ذنب من الزنوب تذكر أن مع الذنب فيه أشياء أصعب من الذنب وذنبها أكبر قال رقم واحد قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب هذه أعظم من الذنب كونك بتعمل الذنب وبص حوالك لعشان محد شايفك وإنت واخب بالك أن فيه على اليمين ملك الحسنات وعلى الشمال ملك السيئات ومش همينك ولك إنك شايفهم خالص مع إنك متأكد من وجودهم ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيل هذه أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به هذه أعظم من الذنب إذا عملت كونك فرحان وسعيد إنك عصيت ربنا وإنك قدرت تعصي ربنا إنك قدرت أنك تخدع إنسان أو إنك قدرت أنك تنتقم من إنسان بالظلم أو بالإذاء كونك سعيد إنك قدرت تعصي ربنا سبحانه وتعالى هذه أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فات منك هذه أعظم من الذنب إذا عملت والمجهرة كمان حزنك على الذنب معناها إيه معناها أنك حاولت تعمل في اللي قدامك دوة مصيبة ولا حاولت تعمل في مغرز ولا حاولت تعمل في مقلب ولا حاولت تعمل في أي حاجة ومقدرتش فبتبقى حزين وقاعد متوتر أنا مقدرتش أنت حزينك مقدرتش عصر ربنا أنت حزين هذا أكبر من الذنب بكثير وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك هذه والله أعظم من الذنب تصور أن الإنسان لما يخدع إنسان ولا يلبسه زي ما بيقوا كده في مصيبة فبقاعد يضحك طب وإنت عارف أن ربنا غضان عليك في هذا الوقت ضحكك وأنت على هذه الحالة هذه أعظم من الذنب ثم قالوا في الأخيرة وانخلاع قلبك وانخلاع فؤادك إذا حرك الهواء ستر بابك وأنت على الذنب ولا تعتبر بنظر الله إليك هذه والله أعظم من الذنب إذا عملت كونك أنت بتعمل هذا الذنب أنت ماسك الموبايل وبيتعمل كله مصيبة في تجرع على الله ومش فرق عندك يعني لكن أنت خايف حد للناس يشوفك جميل جعلت الله سبحانه وتعالى أهوان النظرين إليك طيب لو أنا في قلبي حقد وغل لشخص ما لكن بعمل أعمال صلاحة تانية هل تقبل مني؟ عندنا حاجة اسمها الجهة منفكة عندنا حاجة اسمها تفريق الأحكام يعمل تفريق الأحكام يعني واحد بيجي يسألني ويقول لي أنا بصوم بس若Cómo أقول له صلي ما قولوش ما تصومش ما قولوش أن الصيام بتاعك مش مقبول عندي واحد بيصلي ويقولي أنا بص أنا ما بصومش أنا موضوع الأكل دوت ما بصومش أقول له حاول أنك تصوم وربنا يكرمك تبو الصلاة بتاعتي الصلاة بتاعتك دي حاجة لوحدها ملهاش علاقة بالصيام وإن شاء الله الصلاة بتاعتك مقبولة كذلك أنت بتعمل حسنات هتاخد حسنات على ذلك لكن النبي بيحذرك تحذير مهم جدا بيقول أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهمة له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضحك من هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله فنحضر كل إنسان أنت ممكن أن تعمل حسنات وتأخذ عليها ثواب كبير جدا لكن ممكن بالأعمال السيئة الأخرى يجي واحد تاني يأخذ من سيئاتك وأسوأ شيء يعمل للإنسان أن يدي حسناته لواحد هو يكرهه يعني لو الإنسان هيهب حسناته يهبها لأبيه يهبها لأمه يهبها لزوجه يهبها لأولاده إنما يهبها لعدوه طب ده أنت لما حتحقد عليه وتحسده وتتكلم عنه بسوء إن تتهبوا أعز ما تملك في هذه الحياة الدنيا الحسنات اللي حد دخلك بعد كده الجنة طيب ما لو حد قعد من داق من حد ظلم يعمل إيه؟ قدامه حل من اتنين الحل الأول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ينادى يوم القيامة فيقال فليقم من أجره على الله فليدخل الجنة فريق من الناس كبير جدا 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 يقوم ويدخل الجنة بلا حسابة اللي سبع على الله يعني طيب لا مين بقى هؤلاء الذين أجرهم على الله؟ قال هم العافون عن الناس اللي كان بيعفوا عن الناس فكل الإنسان يسامح أخيه في الدنيا هذه منقبة عظيمة ودرجة عظيمة جدا يصل بها إلى أعلى درجة الحل الثاني إنك ما تذكرش بسوء لكن أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء يعني إذا ظلمك إنسان وإنت يعني عفيت عنه هذا هي درجة عظيمة جدا لكن قد لا يستطيعها كل إنسان ربنا بيقول لا يحب الجهر والله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله عفوا قديرا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الجملة دي مهمة جدا أن الله كان عفوا قديرا ربنا قادر على العفو لأن بعض الناس تقول له عفو يقول لك مش قادر بصراحة أنا ممكن يعني أعمل أي حاجة بس مش قادر أسمحه عشان كده ربنا قال لك إيه إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا العفو محتاج إلى مقدرة محتاج إلى إرادة طب مش قادر خالص يبقى تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من حقك إنك تاخد حقك لو كنت مظلوم باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بس بدون أن تتكلم بسوء أن تغتاب أن تكذب أن تنم أن تسب أن تلعن أن تضرب أن تعتدي على الآخرين إلجأ إلى الله بضعفك يعطيك الله من قوته وإلجأ إلى الله بفقرك يعطيك الله من غناه وإلجأ إلى الله بذلك يعطيك الله من عزه طيب شيخ أبو لزيد كيف هي حياة سليم الصدر نقي السرير حياة سليم الصدر أو نقي السريرة هي أفضل حياة في هذه الدنيا لأن دائما الإنسان لما بيشعر بالغيرة أو بيشعر بالحقد أو بيشعر بالحسد أو بيشعر بالظلم أو بيشعر بالغبن هو بيؤثر على نفسه قبل ما بيؤثر على الآخرين يقولون إصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله إصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله يعني تصور أنت لو شاعر بالحقد أو بالحسد أو بالظلم أو بالغبن أو بمن اللي هيمرض من اللي هيطعب من اللي هيجيله الضغط من اللي هيجيله السكر من اللي هيجيله القلب من اللي هيجيله أمراض في حياته ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفي يعني لو أنا شاهل من حد غصب عني جميل إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تطهر قلبك من الحقد والحسد ودي إحنا قولنا هذه أصعب من قيام الليل ومن سيام النهار لكن هي تحتاج إلى تدريب وتدريبها الأول رقم واحد ذكر الله أكثر من ذكر الله هتلاقي قلبك شوية بشوية يدرك أن الأمر أسهل من ذلك بكثير أكثر كمان من مراقبة الله أكثر كمان من النظر إلى أن أنت بتدور على الآخرة ما بتدورش على الدنيا بتدور على ثواب ربنا سبحانه وتعالى ما بتدورش على الثواب اللي موجود في الدنيا ما عند الله خير وأبقى انظر دائما أن اللي ظلمك ده هتجي يوم القيامة أنت اللي تأخذ من حسناته أن اللي ظلمك ده أنت تقدر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بدون ما تعيش في هم وغم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يقول لأصحابه يدخلوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة دخل رجل بسيط خالص تنطف لحياته من وضوئه لحياته عملا تقطر بالماء كان بيتوضى قد علقنا عليه بشماله يعني رجل بسيط خالص رجل لا غني ولا حاجة دخل ويصلى ركعتين وخرج تاني يوم النبي يقول لهم يدخلوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة فيخش نفس الرجل بنفس الهيئة ثلاث مرة يقول لهم النبي فيقوم عبد الله بن عمر بن العاص يقول ليه الحكاية الرجل ده البسيط اللي محدش يعرفه وللحد النهار ده ما يعرفش اسمه يعني كان رجل غلبان بسيط محدش يعرف عنه حاجة فذهب إليه وقال له أنا يعني عايزك تستضفني اليومين دول مش لاقي مكان عود فيه فعندك عايزك تستضفني عندك يومين استضفوا عنده يوم واثنين وثلاثة عبد الله بن عمر بن العاص يراقب الرجل عشان يشوف إيه اللي دخلوا الجنة فلا يجد له عظيم عمل ولا صلاة ولا قيام ولا حاجة هو بيعمل بس الفرائض اللي عليه ففي آخر يوم قال له يا ابن أخي أنا بقى القصة كلها من النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات لك فأنا جيت معاك عشان يشوف إسر إيه اللي وصلك إيه اللي بلغ بك هذه المنزلة إيه اللي حيدخلك الجنة وإنت لا بتصلي ولا بتصوم أكتر مننا فقال له يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت غير أني حينما أدخل إلى فراشي لا أحمل في قبري حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا غشا لأحد من المسلمين قال له عبد الله بن عمر بن عاص هذه هي التي بلغت بك ربنا يجعلنا منهم يا رب احنا نشكرك الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث بمشيخة الأزهر الشريف ألف شكر لك